هقول لكم خبر مهم دلوقتي خبر عاجل كابتن عماد النحاس خلاص اعتذر رسميا عن الاستمرار كمدير فني لنادي الاتحاد السكندري هو وجهازه المعاون بعد الخصارة اليوم أمام النادي الآلي بسلسية دون مقابل مجلس ادارة النادي نادي الاتحاد وافق على اعتذار كابتن عماد النحاس وجهازه المعاون ومجلس ادارة النادي في حالة الاعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد لسه يقود الفريق في المباراة القادمة امام النادي الاسماعيلي ليه هتبقى يوم الخميس اللي جاي 11 اغسطس بستاد الاسماعيلية هيتم الاعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال 24 ساعة قادمة والبيان امام حضراتكم بيان نادي الاتحاد اسكندري كابتن عماد النحاس مدرب كبير واسم كبير والاتحاد ايضا اسم كبير طبعا في تاريخ الكرة المصرية لكن الكامية ما مشيتش الحظ ما مشيش التوفيه ما مشيش لا مع كابتن عماد النحاس ولا مع العيب الاتحاد في هذه الفترة كل التوفيق لكابتن عماد النحاس في مشواره القادم كل التوفيق لاتحاد اسكندري في اختيار مدير فني كوف يعيد الاتحاد لسكة الانتصارات والنتائج الجيدة في الفترة المجدلة ترجمة نانسي قنقر